ويمكن ده واضح جداً في عبادة الصيام لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الناس اللي هم لم يفهموا حقيقة الوصل اللي في الصيام اللي في قوله في قول تعالى فيما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة فإنه لي وأنا أجهز به فبعض الناس ما بيفهموش ده فيدخلوا في هذه الآفة التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر يعني العبادة ليس لها مردود عليه ليس هناك وصل في قلبي وكأن حضرت النبي بيقول له سم فإنك لم تصم قم فإنك لم تقم وعلشان كده أصبحنا كأننا كأن العبادة غير موجودة وكأننا ما بنعبودش الله سبحانه وتعالى لأن العبادة أصبحت جافة أنا بقسم العبادة التقسيم اللي قسمه الإمام النووي وقسمه كثير من العلماء ونقلوا كمان الحافظ بن الرجل العبادة عندنا بتنقسم إلى ثلاث صور من العبادات في عبادة العبيد وفي عبادة التجار وفي عبادة الأحرار فعبادة العبيد هي أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى فقط خوفاً من النار أو للابتعادي عن المدار العبد بيعمل كده بيسمع كلام سيده خايف من العصى ولذلك والعبده يقرع بالعصى فهو خايف من العصى وفي عبادة تانية النوع التاني من العبادة هي عبادة التجار هو أن أنت تعبد الله لكي تحصل على الجنة فإيه اللي حاصل ففين المقصد أحدهم مقصده الفرار من النار والتاني مقصده الحصول على الجنة هو حد قال إن احنا ما نطلبش الجنة وما نطلبش الجنة وما نفرش من النار أبداً بس كيف يكون لنا مقصد يحقق لنا ذلك هو أن نطلب الغفار فيحصل لنا ده كله الحكتين دولا مقاصد جيدة مقاصد حسنة مقاصد جميلة لكن ليس هذا هو آخر مقصود الله هو مقصود الكل نحن مقصودنا هو الله وأن إلى ربك المنتهى عندما نكون بقى مع الله يقين من النار أليس الله بكاف عبده ويعطينا الجنة ادخلوها بسلام آمنين يبقى أنت لما تكون مع الله سينجيك من النار ويدخلك الجنة لأنه هو ده المكان الذي ينزل فيه الأبرار الذين يحبهم الغفار وهو ده شيء عظيم للغاية وده شيء من عطاء الله سبحانه وتعالى بس المقصد هو الله سبحانه وتعالى النوع الثالث من العبادة هي عبادة الأحرار إننا أتحرر وإن معنى أننا أتحرر إننا نتعلق برضى الله فقط لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتقاء مرضات الله أنا عايز رضى الله فأتحرم من البحث عن أي شيء وأقصد فقط إننا مراد هو الله إزاي تقسيمات التلاتة دول للعبادة نقدر نفهم بيهم إيه اللي حصل لنا وليه الناس بزناست العبادة وإزاي بزناست العبادة دي إيه اللي حصلت كسرت فينا سلامنا النفسي وحرمتنا للأسف من سلام الفضل الرباني ترجمة نانسي قنقر